نقلت وكالة رويترز عن المخابرات العسكرية الأوكرانية تأكيدها عودة خيرسون للسيطرة الأوكرانية من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تقصف التجمعات للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو يأتي ذلك بعد يوم من إعلان موسكون سحاب قواتها إلى الضفة الغربية من النهر تلك مشاهد لجسر أنتوني فيسكي وقد طاله الدمار الجسر هو الطريق الوحيد القريب الذي يعبر من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى الضفة الشرقية التي تسيطر عليها روسيا من نهر دنيبرو حادثة قصف الجسر أوقعت بعد ساعات من إعلان روسيا سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الكريملين اكتفى بالقول إن الانسحاب من خيرسون قرار اتخذته وزارة الدفاع منوها إلى أن الانسحاب لن يغير وضع المنطقة التي أعلنتها روسيا جزءا منها بالمقابلة قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينيكوف إن القوات الروسية لم تنسحب بعد من خيرسون ولا تزالوا في المدينة ومحيطها أوليكسي بيّن أن سحب موسكو قواتها سيستغرق أسبوعا على الأقل وأن الشتاء سيبطئ العمليات في ساحة المعركة من جهته أوضح مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك في لقاء خاص مع العربي أن الانسحاب الروسي من خيرسون جاء نتيجة القتال الشرس للقوات الأوكرانية وأقص في خطوط إمداد الوقود والذخائر للقوات الروسية القوات الأوكرانية تقوم بهجمات مضادة في الجنوب وحين تكون بطيئا وحين تكون سريعة ولكننا حققنا نتائج ملموسى وتمكننا من قصف خطوط الإمداد والتجهيزات الروسية الجنوب الأوكراني لا يزال إذن مسرحا لمعارك شرسة بين القوات الأوكرانية والروسية في هذا السياق أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن قوات بلاده حررت 41 بلد أثناء تقدمها عبر جنوبي البلاد زيلنسكي بيّن أن التركيز في المناطق المحررة سيكون على إزالة الألغام وجعل المناطق آمنة لعودة السكان للمزيد ينضم إلينا من كييف مرسلنا إياد السيتية وأيضا من موسكو محمد حسن مرحبا بكم إذن كييف تعلن استعادة 40 بلدة جنوبا آخر تطورات الميدانية في خيرسون نتابعها معك إياد نعم جمال لعل الحدث الأبرز هو ما يجري في خيرسون حيث ضجت وسائل الإعلام الأوكرانية ومواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو تظهر وتبين دخول القوات الأوكرانية إلى البلدات المحيطة بخيرسون بل وأيضا إلى مدينة خيرسون هذا الأمر دفع الرئيس الأوكراني إلى جمع قادته الأمنيين والعسكريين وعدد من الوزراء لبحث مجريات أو تطورات الميدانية خاصة ما يحدث الآن في خيرسون وأيضا من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات لتوفير متطلبات الحياءة اليومية في هذه المدينة بعد أن قامت القوات الروسية بضرب شبكات الاتصالات والكهرباء أيضا هناك الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت قد أصدرت بيانا اليوم قالت فيها أن أوكرانيا سيطرت أو تسيطر الآن على مدينة خيرسون وحضرت فيه من الجنود الروسية الذين لا ينزلون يتمركزون أو موجودين بشكل أو بآخر في المدينة من التعرض للقوات الأوكرانية ودعتهم إلى الاستسلام هناك أيضا تصريح كان من نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا مالر قالت فيه أن الوحدات الأوكرانية التي دخلت إلى مدينة خيرسون اليوم هي من الوحدات العسكرية من القوات الخاصة الأوكرانية وأن القوات الأوكرانية هي بالقرب من مدينة خيرسون وستدخلها قريبا وقالت أيضا أن هذه القوات التي دخلت إلى مدينة خيرسون هي من الوحدات الخاصة التصريح كان أيضا مثير من نائب وزير الدفاع الذي قال أن أوكرانيا باتت تحكم سيطرة شبه كاملة على مدينة خيرسون المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية قالت أن المعارك لا تزال تتواصل في مقاطعة خيرسون وأن هناك قصفا متبادلا بين القوات الأوكرانية والروسية على جانبي نهر نيبرو وحدثت وحضرت أيضا المواطنين من الاقتراب من مناطق عمليات القتال ومن المقار الإدارية في المقاطعة لا ريتما تقوم القوات الأوكرانية بتطهير هذه المواقع من ربما الألغام التي زرعتها القوات الروسية قبل انسحابها من المدينة كل هذه الأحداث جرت اليوم لكن لم تعلن أي جهة رسمية سواء قيادة الأركان العامة في بيانها المسائي أو الرئيس الأوكراني أو وزارة الدفاع رسميا عن استعادة السيطرة على المدينة وربما خلال الساعات القليلة المقبلة وخلال إطلالة الرئيس الأوكراني زيلنسكي المسائية ربما هو من سيعلن عن استعادة هذه المدينة من قبل القوات الأوكرانية نعم ولكن الأخبار القادمة من هناك تؤكد بأن القوات الأوكرانية قد دخلت بالفعل إلى خيرسون وكان هناك احتفاء تقول كياب من طرف السكان بقدوم القوات الأوكرانية نتابع كل وأصداء هذه الأخبار في موسكو معك محمد موسكو التي تقول بأن خيرسون ستظل تحت السيطرة الروسية موسكو لم تتحدث عن السيطرة الروسية بل تقول أن سياسيا خيرسون مقاطعة من الاتحاد الروسي تابعة للفيدرالية الروسية هذا ما تقوله تقر بأنها لا تسيطر على كامل أراضي مقاطعة خيرسون مقاطعة خيرسون فيها مدينة خيرسون وباقي الأراضي مدينة خيرسون هي التي انسحبت منها والواقع شمال ضفة نهر دنيبرو لتنتقل إلى جنوب هذه الضفة هناك بعدين لهذا القرار البعد العسكري والذي يجمع العزيئ الكثيرين هنا بأنه مبرر لأنه القتال ومن خلفك النهر صعب جدا لسببين عدم إمكانية إيصال المؤن العسكرية وغيرها وصعوبة المناورة لا يمكن التراجع عندما يكون في ظهر هذه الجيوش النهر مقارنة بإمكانية المناورة الكبيرة للجيش الأوكراني هذا البعد العسكري والذي يجمع الكثيرين بأنه فعلا مبرر الانسحاب إلى ما بعد النهر واتخاذ النهر كخط فاصل وبما أن كان هذا الانسحاب بشكل منظم ولم يكن بشكل فوضوي فالجميع يقول بأنه عسكريا هناك جدوى كبير ولكن سياسيا البعد السياسي هو بعد له أثر سلبي لا شك وهذا الأثر موجود في كامل الشارع الروسي هناك من المراقبين من يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول أن الأثر السياسي كارثي لأنه له دلالات كثيرة قدرة الجيش الروسي الاستعدادات التخطيط الكثير والكثير من الجدل يدور حول البعد السياسي لهذه الخطوة وحل هي خطوة مبدئية مقبلة أو بداية لنوع من التفاوض أو نتيجة لاتفاقات في مفاوضات غير معلنة بين الطرفين الروسي والأمريكي أم هي أمر مفروض كان على القيادة العسكرية الروسية التي اتخذت هذا القرار رغم صعوبة البعد والأثر السياسي لهذا القرار جدل كبير يدور في الشارع هناك غموض إلى أين ذهب الأمور في خيرسون هل هي بداية مفاوضات لتجميد هذه الأزمة أو إلى حل هذه الأزمة ولكن هذا الحل مستبعد جدا ولكن الجميع مترقب لما هي الخطوة التالية هل ستكون حرب ومعركة للحصول على خيرسون أم ستكون بداية مفاوضات جدل كبير وطبعا مع اقتراب الشتاء همية هذه النقطة تبرز أكثر وأكثر محمد حسن من موسكو إياد السيتية من كيام شكرا لكم اشتركوا في القناة